بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم وبرك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه الله مغفر لنا والوالدين والشيخين والمسلمين قال المؤلف رحمه الله وتعالى مسألة إذا ورد مطلق مقيد فإن اختلف حكمهما مثل أكس وأطعم لم يحمد أحدهما على الآخر بوجن اتفاقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة التي شرع فيها المصنف رحمه الله تعالى تعتبر من أهم المسائل في مبحث الإطلاق والتقييد وهي متعلقة بحمل المطلق على المقيد وهذه المسألة تطبيقاتها وتفريعاتها عددها كثير جدا تتجاوز المئين وهي من المسائل الدقيقة حتى ذكر أبو البركات رحمه الله تعالى في المسودة أن كثيرا من الفقهاء والأصوليين حدث عندهم بعض الخلط في هذه المسألة وقد كان للإمام أحمد كسائر علماء الحديث رحمهم الله تعالى مسلك خاص بهم في حمل المطلق على المقيد وهذا المسلك لما لم يعلم به بعض العلماء وغفلوا عنه استغربوه فعلى سبيل المثال فإن أبا سليمان حمد الخطاب في شرحه على سنن أبي داود ذكر مسألة أو ذكر عند ذكر حديث فيه قيد مقيد ذكر أن أهل العلم أغلبهم على العمل بهذا التقييد إلا أحمد ثم قال والعجب منه فإن أحمد لم تبلغه سنة قط إلا عمل بها ومع ذلك لم يأخذ بهذا التقييد ولم يحمل المطلق عليه بل عمل بإطلاق الحديث وكذلك قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي في مسألة لما أورد كلام أحمد بالعمل بالإطلاق قال ولا أظن هذا يثبت عن أحمد لأن أحمد يعمل بتقييد المطلق والحقيقة أن كلامهما ليس صوابا فقد ذكر الشيخ شمس الدين الزركشي أن العجب كل العجب من الخطاب أي ومن معه إذا كان الخطاب عجب من أحمد فإن العجب كل العجب من الخطاب في توهيمه للإمام أحمد ثم ذكر الزركشي أن أحمد قد اطلع على السنة وإنما نظرا لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون قال الزركشي وهو يدل على غايته في الفقه والنظر هذا نص كلام الزركشي وبناء على ذلك فإنني قبل أن أذكر ما أورده المصنف أود أن أبين بعض الشروط التي نص عليها أحمد أو بينها كبار أصحابه في متى يحمل المطلق على المقيد من النصوص الواردة كالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذه الشروط أنه لا بد أن يكون المطلق والمقيد قد ورد في حديثين مختلفين وأما إن ورد في حديث واحد بمعنى أن مخرج ذلك الحديث واحد وأنه روي من طريق صحابي واحد أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله إلا في موضع واحد فإنه لا يحمل فيه المطلق على المقيد وإنما ينظر له نظر أهل الحديث إذ تعامل معاملة زيادة الثقة وليست كل زيادة للثقة تكون مقبولة بل إن لعلماء الحديث فيها نظرا وبصرا فقد تكون زيادة من ثقة مقبولة وقد تكون زيادة من ثقة لكنها ليست بمقبولة وهي التي كان أحمد يسميها بالمنكرة والمتأخرون يسمونها بالشاذة إذن هذا القيد الأول القيد الثاني ما ذكره بعض أصحاب أحمد أنه لا بد أن يكون الخبر المقيد لا يمكن تأويله على صورة معينة وأما إن أمكن تأويله وتوجيهه فإنه في هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد وذكر هذا الشرط القاضي أبو يعلى وغيره وله أمثل كثير جدا بأن يقال إن هذا القيد قد خرج مخرج إجابة سؤال ومثل ذلك من الأمور التي يريدها العلماء في محلها الشرط الثالث ما ذكره القاضي أيضا أنه لا بد أن يكون أنه لا بد أن لا يكون في النص المقيد آية كان أو حديثا ما يمنع تقييده إذ قد تأتي بعض النصوص وفيها ما يدل على أن القيد الذي ورد في النص الآخر ليس بقيد الله ومثال ذلك أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر وهذا حديث مطلق فيشمل البيع بالأجل وهو النسأ ويشمل البيع مع التفاضل والمع من التفاضل المطلق لأنه لا يمكن فيهما التماثل وفي لفظ آخر جاء هذا الحديث مقيدا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الرطب بالتمر نساء فنقول لا يحمل الحديث على المقيد لأن الحديث المطلق جاء فيه زيادة تدل على عدم اختصاصه بذلك المقيد فقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن بيع الرطب بالتمر بأنه ينقص إذا يبس والتقييد بأنه خاص بالنساء يعارض هذه العلة فيكون في الحديث المطلق ما يمنع تقييده بالحديث المقيد وهذا من دقيق الفقل للنظر في الأدلة من القيود التي أوردها أهل العلم وهذه نص عليها جماعة من أصحاب أحمد كالزركشي وقبله ابن القيم وأيضا نص عليها القاضي أنه لا بد أن يكون حمل المطلق على المقيد لا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وضربوا لذلك أمثلة أولها الحديثان اللذان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قص خف المحرم وقطعه والثاني الذي فيه أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد النعلة أن يلبس الخف وأطلق فيقولون إن الحديث المطلق كان في عرفة عفوا إن الحديث المطلق كان في كان في عرفة نعم والحديث المقيد كان في المدينة فالمطلق متأخر عن عن المقيد والمطلق قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدد قليل والمقيد في المدينة قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدد قليل بينما المطلق قاله للذين حجوا معه وقد قيل إنهم قد نافوا عن مئة ألف ولو كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم حمل المطلق على المقيد لكان فيه تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وحاجته في عرفة ومن أمثلتهم كذلك ما رجح به أصحاب الرواية الثانية وهي الراجحة دليلا الذين قالوا إن النجاسة تطهر من غير عدد في غير الكلب وما ألحق به فلا يلزم فيها سبع غسلات يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة رضي الله عنها حتيه وقرصيه ولا يضرك أثره فهذا مطلق فلم يذكر فيه عدد غسلات ولو كان يشترط فيه عدد الغسلات كما قال الفقه من حمل المطلق على المقيد فلا بد من سبع فإن في تأخير البيان عن وقت الحاجة منع وهذا منه وذكروا أيضا أمثلة مثل لها ابن القيم والزركشي على ذلك من الشروط كذلك التي أوردوها وهو أنه لا بد أن يكون الحديث المقيد لم يرد معه قيد آخر يناقضه وهذه تكلم عنها ابن القيم وتكلم عنها أبو البركات في المسودة وتكلم عنها القاضي في العدة ومثلوا لذلك بمثال واضح ومثال فيه إشكال لكن نذكر الواضح فمثال الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر غسل نجاسة الكلب سبعا إحداهن بالترب جاء في بعض الألفاظ تقييد هذه الغسلة أنها الأولى وجاء في لفظ آخر تقييد بأنها الأخيرة فالتقييد بأنها أولى وبأنها أخيرة تقييدان متناقضان فحينئذ لا نعمل بهذا القيد فنقول لا يلزم أن تكون الأولى ولا أن تكون الأخيرة لكن نبحث لمرجح كما قال ابو البركات فوجدنا أن المرجح أن تكون في الأخير أنسب لإزالة الأذى فتكون في إخراهن هذا كلامهم لما ذكروا الشرط الأخير مما ذكره فقهاء وربما يوجد غيره ما أورده الشيخ تقييد دين في شرح العمدة وكذا أحمد بن عبدالهادي تلميذه أنهم يقولون لا بد أن يكون اللفظ المقيد والمطلق أن يكون يطلق عليهم المعنى حقيقة فلا بد أن يكون اللفظ المطلق صالحا لحمل المقيد عليه ومن أمثلة ذلك الصريحة عندهم في مسألة التيمم مثلا فإن التيمم غسل فإن الوضوء غسل والتيمم مسح فلا يصح حمل المطلق وهو مسح اليد من غير تحديد لمكانها على المقيد وهو غسل اليد إلى المرفق فإن الحقيقة لا تطلق يعني حقيقة الغسل لا تطلق على المسح وهكذا أمثلة كثيرة أوردها العلماء في محلها ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى أو بيّن المصنف رحمه الله تعالى المسألة المتعلقة بإذا ورد مطلق ومقيد فكيف يفعل به قول المصنف إذا ورد مطلق ومقيد المراد إذا ورد في نصين كما تقدم معنا أما إذا كان الحديث في حد وأما إذا كانت إطلاق والتقييد في حديث واحد فإن هذا يعتبر من زيادة الثقة أو من شذود الرواية فينظر فيها في نظر الحديث أهي معتبرة أم ليست بمعتبرة بيّن المصنف أنه إذا ورد حديثان أو نصان بمعنى الصح أحدهما مطلق والآخر مقيد فما الحكم فيهما؟ هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ ذكر أن فيها أحوالا وقبل ذكر هذه الأحوال يناسب هنا فائدة ذكرها الشيخ تقي الدين وهو أن حمل المطلق على المقيد يكون في الأوامر والنواهي وفي الأخبار التي يقصد منها الحكم ولذا عبر المصنف بأنه اختفق حكمهما أو اختلف حكمهما لكن الفائدة المهمة ما هي وهو أن الحكم الذي يحمل فيه المطلق على المقيد سواء كان واجبا أو محرما أو مكروها أو مباحا هذه أربعة أحكام يحمل فيها المطلق على المقيد قال الشيخ تقي الدين وأما إذا كان الحكم ندبا فإن في حمل المطلق على المقيد نظر يعني يحتاج إلى تأمل فلا يحمل المطلق على المقيد طبعا بالشروط التي سبقت والأحوال التي ستأتي بعد قليل إن شاء الله وما وجه النظر في الندب أن الندب إنما هو حث على الفعل ولا يترتب على الترك إثم ولا يترتب على الفعل كذلك إثم كالمحرم فقد يندب إلى الفعل مطلقا ويندب إلى بعض صوره مقيدة على سبيل التأكيد فنعمل بالمطلق والمقيد في المندوب معا وهذه نظر دقيق وجيد في مسألة حمل المطلق على المقيد الحالة الأولى قال المصنف فإن اختلف حكمهما بمعنى أن المطلق والمقيد أتيا بحكمين مختلفين قال مثل إكسي وأطعم يعني أن الله أو أن الشارع يأمر بالكسوة ويأمر بالإطعام فالحكم مختلف لأن هذه كسوة وهذه إطعام فلو قيد أحدهما أي أحد الحكمين بشيء فهل يلزم تقييد الحكم الثاني مثله أم لا مثل ما جاء في الكفارات أن الله عز وجل قال في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله بلغف يمينكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام جاء في قراءة بن مسعود متتابعات ونحن قلنا إن قراءة الأحاد حجة فحيث لزم التتابع في الصيام فهل يلزم التتابع في الإطعام فنقول لا بد أن يطعم العشرة متوالين ولا يفصل بين إطعامهم بمدة طويلة يقطع الموالاة هذه هي مسألة هنا بعينها لأن الإطعام يختلف عن الصوم مثل ما عبر المصنف إكسي وأطعم قال الشيخ رحمة الله تعالى لم يحمل أحدهما على الآخر أي لا يحمل المطلق على المقيد بيبقى المقيد على تقييده والمطلق على إطلاقه ولا يحمل أحدهما على الآخر وقوله بوجه مراده أي سواء كان السبب للحكمين متفقا وهو كفارة اليمين أو كان السبب للحكم مختلفا مثل لو قال أقم الصلاة وآت الزكاة فلو قيدت الصلاة بقيد أو الزكاة بقيد فلا ينتقل هذا القيد إلى الثاني وهذا باتفاق كما ذكر المصنف وهذا الاتفاق الذي ذكره المصنف ذكره كثير من أهل العلم من جميع المذاهب أنه باتفاق نعم الحالة الثانية وإن لم يختلف حكمهما نعم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الحالة الثانية وهو إذا لم يختلف الحكم بمعنى اتحد حكمهما فذكر المصنف أن لها صورتين إما أن يتفق السبب ويتحد وإما أن يختلف السبب إذن الحالة الثانية إذا اتحد حكمهما فتارة يتفق السبب الموجب للحكم وتارة يختلف يقول الشيخ نعم فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين نحو أعتق في الظهار رقبا نعم قبل أن ننتقل الأمثلة أوردها المصنف هنا المصنف ذكر جزءا من الحكم ولم يذكره كاملا يعني ذكر بعض الصوره يقول المصنف فإن اتحد سببهما يعني أنه جاء نصين في الشرع متحدين في الحكم يعني لم يختلف حكمهما كلاهما يأمروا بحكم واحد كعتق رقبات أو صيام أيام ونحو ذلك ومع اتحاد الحكم اتحد السبب بأن كان الموجب السبب معنى الموجب لهذا الحكم فكان الموجب لهذا الحكم والسبب الكفارة الكفارة للظهار مثلا ونحو ذلك فهل إذا اتحد السبب واتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد أم لا انظر ماذا يقول الشيخ يقول الشيخ وكان مثبتيني قوله وكان مثبتيني يفيدنا مسألة وهي أن الحكمين إذا كان أحدهما مطلق والآخر مقيد إما أن يكون مثبتيني وإما أن يكون منفيين فالمثبتين مثل ما سيدكره المصنف بعد قليل وسنتكلم عنه والمنفيين لم يتكلم عنهم المصنف ومثال المنفي متعدد لكن أذكر لكم مثالا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب وجاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الاحتباء لمن كان عليه ثوب واحد فالأول مطلق في النهي عن الاحتباء لكنه مخصوص طبعا بزمن يوم الجمعة والثاني مقيد بنهي الاحتباء عن بالثوب الواحد خشية خروج العورة فهذان الحكمان منفيين لأنه نهي ونهي ليست أمر وأمر وإنما نهي ونهي فالمنفيين هل يحمل فيها المطلق على المقيد يقول الفقه هي ليست داخلة في حمل المطلق على المقيد وإنما داخلة في تخصيص العام بالمفهوم وذكروا فيها كلاما أول من نبه عليه في موقف عليه أبو الخطاب ثم أبو البركات وغيرهم وقالوا إن الصواب في هذه المسألة أنه يحمل المطلق على المقيد أو نقول يخصص العام بمفهوم الخاص بل حكى الكناني في شرحه على المختصر أن هذا يكاد يكون إجماعا مع أنه ذكر قبله خلافة مع أن المشهور عند فقهائن أنهم أطلقوا الكراهة في الاحتباء يوم الجمعة ولم يقيدوه بأن يكون عليه سوب واحد ولكن ربما يكون مرادهم التقييد بناء على القاعدة التي ذكرت لكم قبل قريب إذن قوله وكان مسبتيني مثل المسبتين قال نحو أعتق في الظهار رقبة أي مطلقة وهذا كما في الآية ثم قال أعتق رقبة مؤمنة هذا يعني أنه قال الشارع ذلك قال المصنف حمل المطلق على المقيد يعني أن المطلق وهو أعتق رقبة رقبة يحمل على المقيد فنقول إن الآيتين معا تدلاني على وجوب أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة قال الشيخ رحمه الله تعالى حكاه أبو البركات إجماعا أي إجماع أهل العلم في هذه المسألة وهذا الإجماع الذي حكاه أبو البركات رحمه الله تعالى حكاه غيره كذلك من أهل العلم وذكروه وليس هو مسبوق في هذه المسألة نعم أنت قرأت هذه نعم قلت و لكن ذكر القاضي وأبو الخطاب روايتنا عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد نعم قال المصنف قلت يعني أن هذا الإجماع الذي حكاه أبو البركات وحكاه غيره تبعا له قال قلت يعني أن هذا مما وقف عليه ذكر القاضي يعني أبا يعلى وأبو الخطاب رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد هذه الرواية التي نقلها المصنف عن القاضي وأبو الخطاب جاءت في قول الإمام أحمد في رواية أبو الحارث أنه قال التيمم ضربة للوجه والكفين فقيل لأحمد أليس التيمم بدلا عن الوضوء والوضوء إلى المرفقين فقال إنما قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ولم يقل إلى المرافق وقال في الوضوء إلى المرافق وقال في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ومن أين يقطع السارق قال أبو الخطاب وغيره فظاهر هذا أنه لم يبني التيمم المطلق على الوضوء المقيد فيؤخذ منه وإن اختلف الجنس أو اتفق هذا كلام أبو الخطاب وأبي يعلى وغيرهم ثم ذكر أن هذا القول هو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا وغيره طبعا هذا القول الذي نسب لأحمد في أخذه من هذا النصر الذي نقلت لكم نظر فإن أحمد إنما حمل حمل مع اختلاف الحكم فهذا مسح وهذا غسل فلا يصح هذا الحمل ولذلك فإن بعض المحققين أنكروا هذه الرواية عن أحمد وممن أنكر ذلك الكناني في شرحي على المختصر فقال وهذا بعيد جدا فإن أحمد لا يقوله وإنما توسعوا في نسبة هذه الرواية لأحمد ثم إن كان المقيد أحدا والمطلق تواترا طيب قبل أن ننتقل لما ذكره المصنف هنا من التفريعات على هذه القاعدة مما يخرج على خلاف القاضي أبي يعلى وغيره عدد من الأمثلة منها أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاحة إلا بولي وهذا حديث مطلق وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاحة إلا بولي مرشد وهذا مقيد فاشترط في الولي أن يكون مرشدا أي عدلا فالأول مطلق والثاني مقيد وأخذ الفقهاء بحمل المطلق على المقيد وهو المشهور من المذهب وقال بعض فقهاء المذهب ويتخرج لنا من الرواية بعدم حمل المطلق على المقيد أن نقول إن الولي لا تشترط فيه العدالة الولي في النكاح لا تشترط فيه العدالة وحين ذاك نقول إن هذا القيد محمول على الندب لا على الوجوب إذن هذه المسألة خرج الخلاف بناء على القاعدة وهذا اللي يسمى تخريج الفروع على الأصول من باب التوليد وهذا التوليد ليس بذلك القوة لأن القاعدة عند علماء التخريج أن التخريج على الأصول لا يقبل مطلقا إلا أن يكون مسبوقا بالنص عليه وإذلك قالوا إن ابن بشير المالك صاحب التنبيه لا يقبل أقواله لأنه كان يكثر التخريج على الأصول ولم يسبق للحكم الذي خرج به نعم ثم إن كان المقيد أحدا والمطلق تواترا إن بنى على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ وعلى نسخ التواتر بالأحد نعم قول مصنف ثم هذه الكلمة ثم يفيدنا على أن هذه المسألة مفرعة على المسألة السابقة يعني مفرعة على أن الحملة على أن المطلق يحمل على المقيد وملخص الكلام أنا نقول إن المطلق يحمل على المقيد وله أحوال الحالة الأولى أن يكون المطلق والمقيد كلاهما متواتر والحالة الثانية أن يكون المطلق أحادا والمقيد متواترا فهاتان الصورتان داخلتان في الإجماع الذي حكاها بالبركات وإن حكي خلافه الصورة الثالثة أن يكون المطلق متواترا والمقيد أحادا فهذه فيها خلاف وإن لم نحكي خلافا معتبرا في المسألة السابقة وإن لم نحكي الخلاف المعتبر في المسألة السابقة نعم قال الشيخ ثم إن كان المقيد أحادا والمطلق تواترا يعني عرفنا أن ثم يبيلنا أن الصور ثلاث ثنتان داخلتان في الإجماع المحكي أو الخلاف إن سلم بالخلاف وتبقى هذه الصورة مستثنات فإن فيها خلافا زائدا لأنه ينبني على أصل آخر قال أين بنى الحكم والخلاف في تقييد النص المتواتر بالأحد على قاعدة أخرى وهي قال على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أم ليست نسخا وإنما هي بيان وعلى نسخ التواتر بالأحد يعني هل يجوز نسخ الحديث المتواتر بالأحد أم لا والصحيح المعتمد في مذهب أحمد أن الزيادة على النص ليست نسخا وإنما هي بيان وفي مسألة التواتر هل ينسخ بالأحد أن صحيح كما سيأتينا إن شاء الله كذلك في المسألتين أن المتواتر لا ينسخ بالأحد هذا الصحيح مذهب أحمد وسيأتي إن شاء الله قال الشيخ والمنع قول الحنفية قوله والمنع يعود إلى تقييد المتواتر بالأحد فالحنفية يمنعون تقييد المتواتر بالأحد مفهومه أن الجمهور غير الحنفية ومنه مذهب أحمد يرون جواز تقييد المتواتر بالأحد فالقرآن يقيد بالسنة سنة الأحد وهكذا والأشهر أن المقيدة بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام نعم هذا من باب أيضا النتيجة التي سبقت قول المصنف والأشهر يعني أن المسألة فيها قولان دائما عندما عبر بالأشهر فهذا يدلنا إيماء على أن المسألة فيها قولان والتعبير بالأشهر يدل على أنه قول الأكثر وذلك فإن التعبير بالأشهر أو بالمشهور يدل على أنه قول أكثر الفقهاء المنتسبين لهذا المذهب والقول المصنف الأشهر هو قول أكثر أصحاب أحمد كما قال المرداوي وقول أكثر العلماء كذلك قال والأشهر أن المقيد بيان للمطلق ومعنى كونه بيانا أي موضحا ومظهرا له لا نسخ له وهذا هو القول الذي يقابل قول الأشهر وهو أن أن المقيد يكون ناسخا للمطلق وهذا القول الذي يقابل قول الأشهر ذكر مرداوي أنه قاله بعض الشافعية قال الشيخ كتخصيص العام أي أنه مثله كمثل تخصيص العام فإن تخصيص العام ليس نسخا خلافا لأبي حنيفة وأصحابه نعم وإن اختلف سببهما كرقبة في الظهار والقتل نعم يقول الشيخ وإن اختلف سببهما أي مع اتحاد الحكم وعدم اختلافه ومثل لذلك بالرقبة في الظهار والقتل حيث أمر الله عز وجل بعتق رقبة في الظهار مطلقة من غير تقييد بالإيمان وأمر بعتق رقبة مؤمنة في القتل في كفارة القتل وهي مقيدة فهل يحمل الاطلاق على التقييد أم لا نعم قال المصنف فأشهر روايتين عن أحمد الحمل نعم قوله فأشهر روايتين يدلنا على أن المسألة فيها روايتان عن أحمد وهما قولان لأهل العلم وقوله عن أحمد يعني أن أحمد قد نص عليها وهو الحمل أي يحمل المطلق على المقيد وإن اختلف سببهما وقد نص أحمد على ذلك فيما روا أبو طالب عنه أنه قال أحب إلي أن يعتق في الظهار مسلمة وعد ذلك القاضي إماء من أحمد على أنه أخذ هذا التقييد من كفارة القتل إذن قوله عن أحمد لأن هذا منصوص أحمد وقبل أن أبين ما ذكره المصنف في تفصيل هذا القول وأنه على رأيين يقابل للمشهور الرواية الثانية في المذهب أنه إذا اختلف السبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد وهذه الرواية قال ابن شاقلا والحلواني وقال أبو البراكات هي أصح عندي وسأذكر لكم لماذا قال هي أصح بعد قريب لأن بعض الناس قد يكون فهم كلام أبو البراكات على غير وجهه وقد نقلها الموفق رواية عن أحمد منصوصة فقال روية عن أحمد طيب نرجع لأشهر روايتين يقول الشيخ فأشهر الروايتين عن أحمد الحمل أي حمل المطلق على المقيد إن اختلف سببهما واتفق حكمهما قال فعنه أي فعن أحمد وهذا من باب البناء على مذهبه لغة يعني أن اللغة هي التي دلت على حمل المطلق على المقيد فاستفدنا هذا الحمل من اللغة ولم نستفد ذلك من دليل شرعي وبناء عليه فالبحث فيها مع علماء اللغة وهذا القول الذي نقله المصنف هو قول القاضي أبي يعلى وصححه أغلب المتأخرين قال وعنه أي وعن أحمد قياسا أي أننا حملنا المطلق على المقيد لا بدلالة اللغة وإنما بدلالة القياس ومعنى كونه قياسا يعني أنه في الحقيقة لا يحمل المطلق على المقيد بدلالة اللغة وإنما نقول يحمل عليه قياسا لاتفاق العلة وهذا قول أبي الخطاب يقول أبي الخطاب يقوى عندي أنه لا يبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة ويبنى من جهة القياس مثال ذلك يقول هؤلاء أبو الخطاب ومن نوافقه سيذكر من نوافقه بعد قريب يقول هؤلاء إن الرقبة المعتقة في الكفارات يشترط فيها الإسلام قالوا لأن الإعتاق يتضمن تكميل أحكام العين المعتقة أو الرقبة المعتقة وتكميل أحكامها لا يكون إلا بكمال دينها وهو الإسلام قياسا على كفارة القتل فقالوا قياسا ولم يقولوا الحاقا طيب إذا عرفنا ذلك فإن قول أبو الخطاب هذا وهو أنه يحمل المطلق على المقيد قياسا لا لغة أشكل على كثير من الباحثين قول أبو الخطاب لأنهم اختلف العلماء المذهب في صفة حكايته فالمصنف هنا حكاه جزءا من القائلين بأن المطلق يحمل على المقيد كما هو واضح قالوا عنه يحمل فأشهر روايتين عن أحمد الحمل لغة أو قياسا فهو حمل قياسي وأبو البركات وافق أبو الخطاب في هذه الرواية ورجح قوله ولكنه حكاه بطريقة أخرى قال لا يحمل المطلق على المقيد وإنما يكون من باب القياس فجعله عدم حمل مطلق والزركشي جعلها رواية ثالثة فقال القول الأول أنه يحمل والقول الثاني أنه لا يحمل والرواية الثالثة قول أبي الخطاب أنه يحمل قياسا لا لغة وذلك فإن فهم الأقوال في المسألة وضبطها وهي في الحقيقة متفقة لكن طريقة حكاية القول تسبب ربما بلبلة لبعض طلبة العلم قال طائفة من محقق أصحابنا وغيرهم أن المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات والنفي نعم هذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي متعلقة بما يشمله الإطلاق في حالة دون حالة يقول الشيء قال طائفة من محقق أصحابنا الذي ذكر هذا الكلام هو الشيخ تقييدين في المسودة وقرر كلامه ووافقه عليه ابن مفلح ثم تتابع المتأخرون عليه قال المطلق من الأسماء يعني أنه إذا جاء نسم مطلق سواء كان في أمر أو في نهي ولم يكن مقيدا بأي من القيود قال يتناول الكامل من المسميات في الإثبات يعني لو أننا أمرنا بأمر مطلق والأمر يشمل أمر الإباحة وأمر النتب فحينئذ نقول إن فعلا هذا الأمر المطلق يشمل جميع صوره ويشمل جميع القيود الملحقة به فحينئذ يتناول الكامل من المسميات في الإثبات إذا كان أمراً وأما في النفي إذا كان نهياً فإنه لا يتناول كامل المسميات وإنما يتناول أقل ما يصدق عليه هذه الصورة مما يكون قاسماً مشتركاً وهذه من الدقيقة الدقيقة الفقهة ترتب عليها ماذا؟ أننا نقول في الإثبات يثاب المرء على الفعل المطلق ويثاب على قيوده فيثاب إثابتني وأما في النهي فإنه إنما يثاب على الترك المطلق وهذه مثل ما سبق معنا في مسألة النهي هل هو أمر بأحد أضداده أم لا؟ قال رحمه الله المجمل نعم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد الحديث عن المطلق وبعد العام الحديث عن المجمل ومناسبة إرادة المجمل بعد المطلق من جهات منها أن بعض من العلماء قد يتساهد في المطلق فيجعله مجملاً كما في بعض المسائل في النزاع بين الحنفية والشافعية وعند الحديث عن المجمل لابد أن ننتبه أن الألثاظ ينظر لها من جهات فباعتبار الإجمال وعدمه فإن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأمر الأول أن تكون نصاً بمعنى ألا تحتمل معنى آخر وتكون محتملة لمعنى واحد فقط ومثلوا للنصوص بأسماء الأعداد كخمسة وسبعة وعشرة ومثلها أيضاً يقال في بعض الأسماء المعينات إذا كانت لا يشترك معها غيرها مثل الكعبة النوع الثاني المجمل وهو الذي يحتمل معنيين ولا ترجيح لأحد المعنيين على غيره فهذا يسمى مجمل الأمر الثالث وهو الظاهر وهو الذي يحتمل معنيين راجح في أحدهما فيكون ظاهراً فيه وبناء على ذلك فإن اللفظ الظاهر إذا تركناه وانتقلنا لللفظ المرجوح فلابد من دليل ويسمى هذا المؤول أو التأويل فننتقل من الراجح إلى غيره من باب المؤول أو التأويل إذن الحديث عن المجمل لا بد أن معرفة قسمة الألفاظ عموماً على سبيل الإجمال يعني إذا كان الإجمال قسماً من أقسامه فنقول إنها ثلاثة أولاً النص لم يذكره المصنف لوضوحه ولأن الإشكالات فيه قليلة ولكن ربما ذكر بعض المساء التي فيه سيذكر المصنف المجمل ثم يذكر بعده ما يبين هذا المجمل يعني بما يكون تبين ذلك المجمل بحيث أنه يكون ظاهراً لأحد المعنيين أو نصاً فيه فإن بعض المبينات للمجمل تكون منفصلة عنه فتجعل ذلك المجمل نصاً فلا يحتمل التأويل كما سيأتي أو تكون جاعلة لهذا اللفظ ظاهراً إذن سيبدأ بالمجمل ثم يذكر المبين له ثم ينتقل بعد ذلك القسط لأمر الثالث وهو الظاهر هذا الذي سيتكلم عنه المصنف وسيأخذ منا نحو من درسين هذا المجمل الذي ذكره المصنف قلنا إنه متردد بين حكمين بين معنيين لا ترجيح بينهما إذا جاءنا لفظ مجمل فما حكمه؟ يقول العلماء إن اللفظ المجمل إذا لم يتبين للمجتهد فإنه لا يعمل به فيتركه ولا يعمل به حتى يتبين له المبين أو اللفظ المبين له وهذا ينقلنا إلى مسألة مهمة ذكرتها قبل قليل إشارة وهو أن تحقيق العلماء أن الإجمال إنما هو في ذهن المجتهد وليس في الحقيقة وقد أطال الشيخ تقييدين في بيان التلبيس أنه لا يوجد في القرآن لفظ مجبن على إطلاق بل لا بد وأن يكون ظاهرا في موضع آخر كما قال الله عز وجل بلسان عربي مبين فلا بد أن يكون مبينا وأن يكون مبين المعاني وأن هذا الإجمال إنما هو نسبي لأشخاص دون أشخاص والغالب أن الإجمال يكون بسبب قصور الآدم إذن من اعتقاد أهل السنة وهذه مسألة مهمة أن أهل السنة يرون أن النصوص الشرعية لا إجمال فيها على العموم لأن الله عز وجل لا يمكن أن يكلمنا بما لا نفهم ثانيا أن النصوص الشرعية لا تعارض بينها كذلك وإنما الإجمال والتعارض إنما هو في ذهن المجتهد أو عند بعضهم بسبب قصوره في العلم إذ لو كان فيها ذلك على سبيل الإطلاق لأدى لتكليف الناس بما لا يستطيعونه وأوامر الشر ليس فيها ذلك وهذا من الأمور المهمة التي ينتبه لها علماء الحديث خصوصا وهذا من تعظيمهم النص الشرعي لأن التساهل بهذه الأمور تجعل شخص يقول أرد هذا الحديث لأنه مجمل أو هذه الآية لأنها مجملة كما يفعل بعض الفقهاء وغيرهم وهذا فيه حقيقة إنقاص لمكانة النص الشرعي وهذه مسألة مهمة نعم تفضل بعض أحادها أو بعض أجزائها عن بعض أتى بالتعريف اللغوي ليبيان أن التعريف الاصطلاحي يكاد يكون مشتقا منه أو مأخوذا منه وسيأتين ومر معنا أيضا مسألة قضية الحقيقة الحقائق الشرعية أو الحقائق العرفية هذه من الحقائق العرفية ليست من حقائق الشرعية المجرم من الحقائق العرفية لأنها من استلاح الأصوريين أن الحقائق العرفية في الأصل أنها تؤخذ من اللغة واصطلاحاً اللفظ المتردد بين محتملين فصاعداً على السواء قول المصنف هنا واصطلاحاً أريد أن أبين نكتة ولها تعلق بفقه مذهب أحمد بخصوص كلام أحمد قوله استلاحاً المراد في استلاح الأصوريين أو نقول في استلاح المتأخرين من الأصوريين لماذا أقول هذا؟ لأن ذكر بعض العلماء وهو الجصاص في كتابه في الأصول أن المتقدمين يستخدمون المجمل لمعنى جي المعنى الأول هو المراد هنا وهو المعنى الخاص والمعنى الثاني ما يكون مرادفاً للعموم فيسمون العام مجملاً وذكر أن هذا الاستخدام وهو استخدام المجمل بمعنى العام موجود في كلام بعض المتقدمين مثل عيسى بن آبان وغيره لماذا أوردت كلاماً الرازي الجصاص الرازي؟ أوردته لأنه يوجد في كلام الإمام أحمد إطلاق لفظ الإجمال وقصده العموم فمن ذلك ما نقل أب بن عبد البر عن الأثرم أنه قال سألت أحمد عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقال يعجبني أن تتوقاها قال فذكرت له حديث ثعلب بن أبي مالك كنا نصلي يوم الجمعة حتى يخرج عمر فقلت له هذا يدل على الرخصة في الصلاة نصف النهار قال ليس في هذا بيان إنما جاء الكلام مجملاً كنا نصلي ثم قال ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وجه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار وعند طلوع الشمس وعند الغروب فهنا استخدم أحمد الإجمال بمعنى العموم أي أنه عام وقيد وخصص في حديث آخر وقد ورد عن أحمد أيضاً نصص أخرى شبيهة بذلك قول المصنف اللفظ المتردد بين محتملين فصاعداً على السواء هذا التعريف هو تعريف الطوفي وقد أخذه المصنف بنصه منه وهذا التعريف أيضاً مشى عليه يعني قريب منه جماعة منهم الرسعني وهو من تلميذ الموفق ابن قدامى في تفسيره جاء بتعريف قريب من تعريف الطوفي فقد ذكر أنه ما تردد بين أمرين لا مازية لأحدهما على الآخر وأما التعريف الثاني الذي نقله المصنف فقال وقيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى وهذا التعريف الثاني للمجمل هو تعريف الموفق بن قدامى وتبعه عليه ابن أبي الفتح البعلي في المطلع وجماعة ينقلون كلام الموفق كما هو ومنهم القطيع وغيره وقول المصنف ما لا يفهم منه عند المعنى إطلاق ذكر المصنف تبعا للطوفي أن تعريف الموفق هذا فيه إشكال لأنه يدخل فيه اللفظ المشترك فإن اللفظ المشترك لا يفهم منه عند الإطلاق معنى وعلى ذلك فيكون هذا التعريف غير مانع من دخول غير المجمل فيه ولذا زاد المصنف تبعا للطوفي كلمة معين فقال ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين قال وإن لم نضف كلمة معين بطل بالمشترك فإنه أي المشترك يفهم منه معنى غير معين وهو إن في المفرد كالعين نعم قوله وهو أي لفظ المجمل يرد في مفرد وفي مركب وفي الحروف نعم طبعا وقوله في المفرد سيذكر المصنف الآن أنه يشمل جميع المفرد سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا نعم كالعين والقمع والجون والشفاق في الأسماء نعم ذكر المصنف بعض الأسماء التي تكون مشتركة وهذه المشترك هو باب المجمل وقبل أن أذكر هذه المعاني بسرعة الجمهور يقولون إن كل مشترك إن كل اسم مشترك يكون مجملا وليس كل مجمل يكون مشتركا فالمشترك والمجمل بينهم عموم وخصوص مطلق فالألفاظ المشتركة كلها مجملة لا العكس لأنه سيذكر المصنف بعد ذلك أنواع أخرى من المجمل ليست من الألفاظ المشتركة طيب قوله كالعين العين تطلق على الباصرة وعلى الجارية وعلى الجاسوس وعلى غيره حتى قال بعضهم إن لفظة العين تطلق على أكثر من ثلاثين معنا وألف بعض فيها رسالة كاملة قال والقر فإن القر أيضا يطلق على معنيين على الحيض وعلى الطهر فيكون مشتركا بينهما فهو مجمل فلابد من دليل خارجي يبين لنا المراد منه فنبحث عن دليل خارجي من غير اللغة طبعا يدلنا على المراد إما من السياق أو من قول الصحابي أو غيره قال وقوله والجون والجون هذه يأتي بها العلماء لمعانم مختلفة فتطلق أحيانا على الأسود وأحيانا تطلق على الأبيض قال والشفق والشفق كذلك يطلق على الشفق الأحمر أو الحمرة ويطلق أيضا على البيض وبنوع ذلك اختلف هل دخول وقت العشاء الذي جاء أنه بغياب الشفق هل هو بالشفق الأبيض أم بالشفق الأحمر بناء على أن هذا اللفظ الذي وراد بالحديث لفظ مجمل فلابد من دليل خارجي يبين لنا هذا اللفظ المجمل وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن المراد بالشفق إنما هو الشفق الأحمر خلافا لأصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى نعم قال وفي الأسماء وفي الأسماء أيضا كثيرة جدا فكل الأسماء المشتركة تدخل في الإجمال نعم وعسعس وبانى في الأفعال نعم عسعس وبانى في الأفعال عسعس في قول عز وجل والليل إذا عسعس عسعس تحتمل معنيان معنى أنه ول أي فيقسم الله عز وجل بإدبار الليل إذا ول الليل وتحتمل أنه بمعنى أقبل فيقسم الله عز وجل بالليل في إقباله إذا أقبل وبانا يعني تحتمل أيضا من معنى بانا أي ظهر بعدما كان خفيا وبانا أي أصبح بعيدا عنه ومنه البين وهو البعد ويعني قد يكون أيضا بمعنى الانفصال ما أبين من حي فهو كميتته فيكون من باب الانفصال فما بانا من شيء ينفصل فحينئذ ننظر للسياق والدلاء التي تدل عليه وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو الراسخون نعم الواو أيضا متردد بين العطف والابتداء ومر معنا في أول الدروس لما ذكر المصنف معاني الحروف بيّن أن الواو لها معاني مشتركة بينها فقد تستخدم في بعضها ومنها الآية التي أوردها المصنف وهي قوله والراسخون في قول العز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا وقد اختلف علماء الإقراء في الوقوف على الجملة قبلها وعلى وصلها على طريقتين عند علماء الإقراء وقد ذكر الشيخ تغييدين أن خلاف علماء الإقراء في الوقف والاتصال محمول على أنه توقيفي لاجتهادي فيكون هذا الاختلاف داخلا في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن فيكون مما بقي عندنا من الأحرف السبعة وبناء على ذلك فإنها تكون مشتركة في المعنيين فعند الوقف تكون ابتدائية وعند الوصل تكون عاطفة وقد مر معنا قبل أن عند فقهائنا أنه يمكن حمل المعنى على أن يمكن حمل اللفظ على معنيه المشتركين وذلك فإننا نقول إن هذه الآية تصح بالمعنيين تصح معطوفة وتصح ابتدائية وكلا المعنيين لها تأويل صحيح فيكون هذه الآية لها معنيان كلاهما صحيح ومقبول شرعا ومن بين ابتداء الغاية والتبعيد في آية التيمم في الحرف نعم في الحرف نعم قوله في الحرف أن يعود إلى الواو ومن من هذه في آية التيمم وهو قول الله عز وجل في سورة المائدة وقد اختلف أي الصورةين نزلت آية التي في سورة المائدة أم التي في سورة النساء فقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه منه هذه إن قلنا إنها تبعيضية كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد وقول المتأخرين فيقول لا بد أن يكون من الصعيد المتيمم عليه شيء ينتقل إلى الكفين والوجه وبنوا على ذلك أنه يشترط أن يكون المتيمم عليه تراب له غبار وإن قلنا إن من هنا ابتدائية فيترتب على ذلك أي تيمموا من الصعيد ابتداء ولا يلزم أن يكون له غبار وهو الرواية الثاني مذهب وانتصر له الشيخ تقي الدين وبناء عليه فيجيزون أن يتيمم بالصعيد وإن لم يكن منه شيء ينتقل إلى الوجه والكفين فيصححون التيمم على الرمل وعلى الحصى ونحوه هذا الاختلاف مجمل فالآية مجملة فلا بد أن نبحث عن دليل خارج يرجح أحد المعنيين والعلماء لهم نظر في ذلك والمسألة مجملة ما زالت من باب الظاهر والمؤول والمتردد بين المعنيين عند أهل الألم أو في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج نعم قوله أو في المركب أي في الجملة المركبة كتردد الذي بيده العقدة النكاح يعني من الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج يعني أنه متردد على الأمرين يحتمل أمرين فالولي يحتمل أن يكون هو الذي بيده عقدة النكاح لأنه هو الذي يقبل وهو الذي يفسخ كذلك في الطلاق والولي لأنه هو الذي يوجب فيكون أول عقدة النكاح بإجاب الولي وقد اختلف فيه على روايتين في مذهب أحمد والمشهور مذهب أحمد أنه هو الزوج وهناك رواية ذكرها القاضي وما لها في بعض كتب أنها الزوج وأكثر الصحابة على القول الأول وهو أنه الزوج الأول قلت لكم أنه الزوج والثاني أنه الأب وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول نعم قبل وقد يقع وقد يقع الإجمال من جهة التصريف أي باعتبار هيئة اللفظة فإن هيئتها وصفتها قد توهم أو توقع الإجمال في هذه اللفظة قال كالمختار والمغتال لفظة المختار والمغتال تحتمل أن تكون اسم فاعل وتحتمل أن تكون اسمه مفعول وذلك قال للفاعل والمفعول ولذلك لأن المختار والمغتال يقول أهل العلم أن الفعل غير الثلاثي إذا أريد أن يؤخذ منه اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنه يقلب حرف المضارعة ياء أو تاء إلى مين ثم إن كسر ما قبل الأخير فهو اسم فاعل وإن فتح ما قبل الأخير فهو اسم مفعول وأمثلته كثيرة يعني مثلا لكن إن كان ما قبل الأخير حرف علة فإن حرف العلة لا تثبت عليه لا الفتح ولا الكسر فحينئذ يكون مجملا ومنه ما ذكره المصنف مثل المختار والمغتال يعني من أمثلته التي يكون فيها واضح المبين والمبين فالمبين والمبين وضحت الكسرة أو الفتحة وأما الألف فإنه لا يظهر عليها الحركة فحينئذ يكون مشكلة من أثر هذا الإشكال الاختلاف في اسم المسيح ابن مريم والمسيح الدجال لما سمي فبعضهم يقول إن المسيح ابن مريم سمي بذلك من باب اسم الفاعل فكان يمسح على المرضى فيشفون وقيل لأنه مفعول لأنه سيمسح الأرض بعدله وكذلك يقال أيضا في الدجال قيل إنه اسم فاعل فيكون هو الماسح للأرض لأنه يطوي الأرض كلها وقيل إنه اسم مفعول لأنه مسحت إحدى عينيه وطمست يعني هذا أثر الخلاف مؤثر في بعض المعاني نعم مسألة نعم هذه المسألة وما بعدها يوجد فيها المصنف بعضا من الأمور التي قيل إن اللفظ فيها مجمل وهو ليس بمجمل فيما رجحه المصنف أول مسألة أوردها المصنف وهي مسألة الإجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان أو إضافة لنقول أصح إضافة الأحكام إلى الأعيان وسأذكر لكم لماذا قلنا الأحكام بدل التحريم نعم لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان نحو حرمت عليكم الميتة وأمهاتكم خلافا لأكثر الحنفية وبالفرج المقدسي نعم يقول المصنف إنه إذا ورد تحريم مضاف إلى الأعيان ومثل لذلك بقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة وبقوله حرمت عليكم أمهاتكم فهذا التحريم الذي يضاف إلى الأعيان يقولون الأصل فيه أن الإضافة للعين والعين لا تحرم فإن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة ويحتمل أنه مضاف إلى مضمر مقدر وهو متردد فيه فهل هذا الاحتمال اللغوي يكون سببا للإجمال أم لا قال المصنف لا إجمال فيه وذلك قال لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان خلافا لأبي حنيفة وغير سأذكر من قال بالقول الثاني بعد قريب وقوله لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان قوله التحريم لأنه الأغلب ومن حديثنا في السلام إن أنفسكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فهل يكون مجملا أم لا وقد يكون من باب إضافة من باب إضافة التحليل للأعيان ويحل لهم الطيبات فيحل الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات فإحلال الطيبات أيضا من باب إضافة التحليل للأعيان فإذلك فالأنسب أن يقال إضافة الأحكام للأعيان تحليلا أو تحريما إذن هذه المسألة التي ذكر مصنفه هو القول الأول هو قول أكثر أهل العلم فأكثرهم على هذه المسألة القول الثاني ذكر مصنف أنه خالف أكثر الحنفية وجزم المصنف أنه قول الأكثر وقال وقال به أبو الفرج المقدسي وهذا القول الذي قال به أبو الفرج المقدسي طبعا أبو الفرج المقدسي له عجل من الكتب طبع من كتبه كتابان ولكنهما في الاعتقاد الأول هو الامتحان والثاني هو التبصرة والحنابل يسمونه أبو الفرج المقدسي ويسمونه أبو الفرج الشيرازي لأنه كان شرازيا ثم انتقل إلى الشام وسكن بيت المقدس وهو أول من أدخل مذهب الإمام أحمد للشام ثم جاء بعد ذلك من تلاميذ تلاميذه وهم المقادس الجماعليون ونشر المذهب بعد ذلك فانتشاره كان بيت المقدس المقصود أن أبو الفرج المقدسي نقل عنه المصنف هذا القول وهذا القول أيضا قال به القاضي أبو يعلى في أول كتابه ثم خالفه في موضعين من العدة ولكن الصواب الأول ولا شك ثم هو عام عند ابن عقيل والحلواني قال المصنف ثم هو عام حيث قلنا إنه لا إجمال فقال إن ابن عقيل والحلواني يقولون إنه عام فحينئذ يكون شاملا لجميع الأفعال المتعلقة بالعين فقال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة يشمل أكلها ويشمل استخدامها والجلوس عليها وسائر الأمور فيشمل جميع الأمور ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل على خروجه فهو عام في الكل إلا ما دل الدليل على خروجه وفي التمهيد وغوضة ينصرف أطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها نعم قوله هو في التمهيد لأبي الخطاب أيضا يقول أبي الخطاب أنه ليس بمجمل لكنه ليس عاما في الجميع وإنما يكون مصروفا لما جرى العرف والعادة لتوجيه الحكم له وذلك يقول أبي الخطاب بل هو ظاهر من جهة العرف في تحريم الاستمتاع في الأمهات والأكل من الميتة فما جرى العرف في توجيه الحكم له فإنه يتجه له فقط دون ما عداه فيتجه لما جرى به العرف الفرق بين قول أبي الخطاب وقول ابن عقيل أن ابن عقيل لا يخرج شيئا من العموم إلا بدليل وأما أبو الخطاب فإنه لا يدخل ابتداء إلا ما جرى العرف به وبنال على ذلك فإن النادر لا يدخل في هذا العموم في عموم المضمر لا يدخل فيه مسألة لا إجمال في هذه المسألة مثل السابقة كما تقدم معنا في أمور قيل إن فيها إجمال وهو ليس كذلك وهذه المسألة وهي قوله لا إجمال في نحوي امسحوا برؤوسكم يعني قيل إن الإجمال فيها من جهة الحرف حرف الباء فإن بعض العلماء يقولون إن حرف الباء مشترك بين الإلصاق وبين التبعيض فالإجمال هنا باعتبار الحرف المتردد فيه وقيل إن الإجمال لأن الشارع أمر بأمر ولم يحدد مقداره إذن وجه الإجمال في هذا الموضع لسببين سنتكلم عنه بعد قيل نعم تظهر لا إجمال في نحوي امسحوا برؤوسكم خلافا لبعض الحنفية نعم وحقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد نعم قول المصنف لا إجمال في نحوي امسحوا برؤوسكم فإنه لا إجمال فيه لأن الباء فيه كما ذكرت لكم ليست مترددة بل هي عندهم إنما تدل على الإلصاق ومن زعم من متأخر الفقهاء أنها للتبعيض فقد حكى جمع من علماء اللغة أنها ليست معروفة عندهم بهذا المعنى وإن سلم تجوزا أنها تدل على التبعيض فإنهم يقولون إن هذا المعنى ليس هو المستخدم والغالب وإنما هو نادر واللفظ يحمل على الغالب من معناه ولا يحمل على النادر من معناه فيكون ظاهرا في الإلصاق نادرا في التبعيض وحينئذ فلا يكون ذلك من باب الإجمال وذلك قال المصنف وحقيقة اللفظ مسح كله أي مسح كل الرأس عند أحمد نص عليه أحمد صراحة في رواية بن هانة في المسائل فقال بن هانة سئل أحمد عن مسح الرأس هل يعم به الرأس كله؟ قال نعم وهذا من باب أنه لابد من مسح الرأس كله وقول المصنف رحمه الله تعالى خلافا لبعض الحنفية نسب المصنف هذا الخلاف لبعض الحنفية ونسبه أبو البركات في المسودة للحنفية جميعا والموجود في أكثر كتب الحنفية منها البدائع وفتح القدير ابن الهمام وغيرها من الكتب كثير جدا ما يقولون إن هذه الآية مجملة ولذا فإن الحنفية يقولون إن هذه الآية تدل على المسح فقط من غير مقدار فنذهب إلى دلالة دليل آخر يحدد المقدار قالوا فوجدنا دلالتين الدلالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فمسح على ناصيته أي مقدم رأسه قالوا ومقدم الرأس حينئذ يكون مجزئ وكم مقدار هذا المقدم؟ هذا هو دليل الثاني قالوا إننا وجدنا أن الشرع يقدر كثيرا بالربع والكف إذا وضعت على الرأس فإنها تعادل ربوعة فحينئذ أوجب أصحاب أبي حنيفة مسح ربع الرأس بناء على ذلك لأن الحيث مجمل قالوا ولا يستدل به أما أصحاب الشافعي فيقولون إن الحديث لا إجمال فيه بل هو أمر بمطلق المسح من غير تقيد والباء عند أصحاب الشافعي للتبعيض وحيث كان مطلقا فالواجب هو أقل البعض وأقل ما يمسح ثلاث شعرات فمن مسح ثلاث شعرات من رأسه فقد مسح البعض وصدقت عليه الآية ومسحوا برؤوسكم إذا قلنا إن الباء للتبعيض إذن هذا هو يعني هذه المسألة وهي مسألة مشهورة جدا تعتبر من رؤوس المسائل وأشهر الخلاف في الوضوء متعلق بهذه المسألة نعم قال مسألة لا إجمال في غفية عن عمة الخطأ والنسيان عند الجمهور بل هو من دلالة إذ ما وقد تقدمت نعم هذه أيضا مسألة متعلقة يلحقها عادة الفقهة بالمسألة التي قبل هذه وهي إضافة التحريم للأعيان فيقولون إن هذه ملحقة بها هذا الحديث وهو رفع عن أمة الخطأ والنسيان فيه مضمر لم يظهر فيحتمل أنه رفع عن أمة إثم الخطأ والنسيان واحتمل أنه رفع عن أمة ضمان الخطأ والنسيان ويحتمل كذلك أنه رفع عن أمة قضاء العبادات إذا أخطأوا أو نسوا فلم يؤدوا العبادة على وجهها ويحتمل أيضا غير ذلك من التقديرات التي يمكن تقديرها وذلك فإن بعضا من أهل العلم يقول إن هذا مجمل ولا نستدل به على أي من هذه الصور ونتركه ونبحث عن دليل الخارجي ونترك العمل بهذا الحديث أما الجمهور فيقول لا بل إن الحديث لا إجمال فيه بل هو محكم بين فإن فيه رفعا لأثر الخطأ والنسيان لكن ما الذي يرفع قال المصنف هو من دلالة الإضمار وقد تقدمته وذلك أن المصنف تكلم سابقا عن أن المضمر هل له عموم أم لا ورجح المصنف أن له عموما وبناء على ذلك فنقول على المذهب أن هذا الحديث رفع عن أمتي عام فيرفع الإثم ويرفع القضاء ويرفع كذلك الضمان ويرفع أيضا القوت يرفع كل شيء إلا إذا دل الدليل على خلافه فيكون تخصيصا وقد جاء الدليل على سبيل المثال في استثناء النسيان في قضاء الصلاة وقد قال نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها فنقول إن هذا الدليل هو الذي أوجب القضاء وأما هذا الحديث الأول فإنه قد أسقط القضاء في ظاهر عمومه وهكذا يقال أيضا في مسألة الضمان فإن الضمان يجب فيه الدية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وهذا خطأ يلحق فيه النسيان ويلحق فيه أيضا نعم الخطأ يدخل فيه النسيان نوع عم يعني نسيان الحال ومع ذلك أوجب الله عز وجل عليه الدية وأوجب الله عليه التفارة إذن فنحمله في الأصل على العموم هل على مشهور مذهب ولكن نقول يخصص منه ما ورد به النص فيما يتعلق به دون ما عده مسألة لا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور إلا بفاتحة الكتاب لا نكاح إلا بوليه هذه المسألة الحقيقة من المسائل التي أطال العلماء رحمهم الله تعالى في بحثها إطالة كبيرة وهذه المسألة هي المسألة المسمات بنفي الحقائق الشرعية نفي الحقائق الشرعية فإذا جاء الشرع فنفى حقيقة معينة كما لو قال لا صلاة إلا بطهور أو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو قال لا نكاح إلا بولي فنفى حقائق هذه الأفعال بعد وجودها أو بعد وجود صورتها سنقول أصح بعد وجود صورتها فما حكم هذا النفي طبعا هنا النفي يجب أن نعلم أن النفي إنما هو للحقائق الشرعية وليس نفيا لغويا النفي اللغوي هذا مبحث لغوي لا حاجة للفقهاء فيه وإنما يتكلمون عن نفي الحقائق الشرعية عندنا في مسألة نفي الحقائق الشرعية مسألة ثانية وأكثر أوردهما المصنف أول مسألة هل نفي الحقيقة الشرعية من المجمل أم ليس بالمجمل يقول المصنف يقول المصنف لا إجمال فبين المصنف أنه لا إجمال في ذلك بل هو واضح وبين وهو من المبين وهذا القول هو قول جماهير فقهاء المسلمين ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من المتكلمين هم الذين خالفوا فقالوا إن هذا من المجمل فلا يصح الاستدلال به على نفي الصحة ولا على نفي الكمال ولا على نفي الإجزاء ولا على نفي غير ذلك فيكون يبحث عن دليل ولا ينظر له مطلقا فيرمى هذا الحديث ولا يعمل به وقولهم في غاية السقوط بل إن جماهير المسلمين مذهب الأربع كلهم على أنه لا إجمال فيه وهذا الذي جزم به أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى وهذا القول الذي يعني يعني نسبه لبعض المتكلمين نسبه لأبي عبد الله البصري وهو أحد المعتزلة وأحيانا آراؤه الأصولية تنسب لبعض أصحاب أبي حنيفة النعمة لأن أصحاب أبي حنيفة في فترة من الفترات غلب عليهم الاعتزال وذلك فإنك لو تجد أن طبقة معينة من أصوليهم كانوا على طريقة أهل الاعتزال والذين ألفوا في طبقات الاعتزال كانوا يعدون أغلب النظار من الحنفية في ذلك الوقت وهذا ربما كان سببا في نفرة بعض العلماء رحمهم الله تعالى مذهب أصحاب أبي حنيفة أو مذهب أبي حنيفة لأجل هذا السبب ولكن في كل مذهب يوجد يعني من يحسن ومن يسيء المسألة الثانية قول المصنف ويقتضي نفي الصحة عند الأكثر هذه المسألة متفرعة على أنه ليس بمجمل فحيث قلنا إنه ليس بمجمل فما الذي يقتضيه؟ هذه المسألة فيها أقوال طبعا قول المصنف عند الأكثر يعود للجملة الأخيرة فقط دون جملة لا إجمل فإنه يعود ويقتضي نفي الصحة المسألة فيها أقوال القول الأول ما ذكره المصنف أنه يقتضي نفي الصحة ونسبه المصنف لأكثر أي لأكثر أكثر مذهب الأربعة وليس أكثر الحنابلة وكذلك جزم بهذا القول المرداوي وقال إن أكثر أصحابنا عليه أو قال الصحيح الذي عليه أكثرهم نعم أكثرهم ولم يقول أكثر أصحابنا لكن جزم بصحته الموفق وتبعه الطوفي وغيره هذا القول الأول القول الثاني أن النفي هنا إنما يقتضي نفي الكمال فقط وهذا القول من أضعف الأقوال والقول الثالث أن النفي للحقيقة أن النفي في تلك الأحاديث السابقة يقتضي نفي الحقيقة الشرعية وهذا القول هو الذي عليه أكثر الحنابلة وهذا هو أصح الأقوال فممن قال به القاضي أبو يعلى وقال به أبو الخطاب وقال به ابن عقيل وقال به شيخ تقي الدين وقال به ابن القيم وقال به ابن رجب وذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة قال طائفة لم تفهم المراد فجعلته مجملا يتوقف العمل به على بيان وطائفة فهمت منه نفي الكمال المستحب وهو القول الثاني ذكرت لكم قول قليل قال وهذا ضعيف جدا فإن النفي المطلق بعيد منه أي من نفي الكمال قال وطائفة فهمت نفي الإجزاء والصحة ولي ذكره المصنف وقال إنه الأكثر عليه يقول ابن القيم وفهم هؤلاء أقرب إلى اللغة والعرف والشرع يعني أنه متجه ثم قال وطائفة فهمت نفي المسمى الشرعي وهؤلاء أسعد الناس بفهم المراد وسيترتب عليه المسألة بعد وهي الثالثة التي ذكرها المصنف إذن الصحيح أن أو الأقرب العلم من الله عز وجل أن النفي للأعيان نفي للحقيقة الشرعية وحيث قلنا إنه الشرع يجعل له حقيقة ينقل الألفاظ لحقائق إذن فوجوء كأن الفعل لم يوجد ويترتب على نفي الحقيقة الشرعية أنه ليس بمجزل لأنه لم يعمل الفعل وليس بصحيح لأنه لم يفعل أساسا فهو نفي للحقيقة فيكون متعديا لمسألة الصحة والإجزاء نعم المسألة الثالثة قال وين بني على ذلك؟ نعم وعمومه مبني على دلالة إضمار نعم قال المصنف وعمومه أي وعموم الدلالة هنا مبني على دلالة الإضمار يعني هل هل المضمر له عموم أم لا وتقدم معنا أن المصنف رحمه الله تعالى يرى وهو المذهب أيضا أن المضمر له عموم نرجع لمسألتنا حيث قلنا إن النفي نفي للحقيقة الشرعية فبناء على ذلك فإنه لا يوجد الفعل فلا عموم هنا للمضمر هذا مبني على قون إنه نفي للحقيقة الشرعية وهذا الذي رجح ابن رجب رحمه الله تعالى وأطال على الاستدلال عليه في كتابه العظيم وإن كان مفقود أغلب هذا الكتاب وهو كتاب تفسير الفاتحة هذا كتاب يعني تعب فيه ابن رجب وأجاد فيه إيجاد عظيم لكنه أغلب هذا الكتاب مفقود أو لهذا الجزء أغلبه مفقود ولا يوجد إلا بعض أجزائه التي خرجت وقد تكلم فيه على عدد من المسائل الحديثية والأصولية ومنها هذه المسألة وقد رجح هذا القول ذكرت لكم قبل قليل ومثل المسألة إنما الأعمال بالنيات ذكره أبو البرمكات نعم قوله ومثل المسألة أي ومثل المسألة السابقة في نفي الحقائق كلا صلاة إلا بطهور حديث إنما الأعمال بالنيات فيجن فيها الخلاف السابق هل هي مجملة أو ليست بمجملة وأن جماهير أهل العلم على أنها ليست مجملة وأن قوله إنما الأعمال بالنيات فإنه حصر مفهومه أنه لا يصح عمل إلا بنية المصنف أتى بلفظ إنما الأعمال بالنيات للدلالة على أن المفهوم يأخذ حكم المنطوق في نفي الحقائق هذا مراده ومثل المسألة إنما الأعمال بالنيات فيجري فيها الخلاف السابق كما سبق فلا يكون مجملا والمضمر هل هو الصحة أم العموم أم الحقيقة قال ذكره أبو البركات يعني أبو البركات المجد بن تيمية وكذا ذكره غير واحد قبل ابن البركات كأبو الخطاب وابن عقين وبعدها أيضا ابن قاض الجبل وبن قاض الجبل في كتاب أصول الفقه في الغالب أنه يأخذ المسودة ويعيد سبكها مرة أخرى نعم مسألة رفع إجزاء الفعل نص فلا يصرف إلى عدم الإجزاء الندبي إلا بدليل ذكره غير واحد نعم هذه المسألة متعلقة بصيغة عدم إجزاء الفعل إذا جاء من الشرع أن هذا الفعل غير مجزئ فهل تكون مجملة أم لا يقول المصنف إنها تكون نصا فليست من الإجمال في شيء مطلقا فحيث قال الشارع إن هذا الفعل ليس بمجزئ فإنه يكون نصا في عدم القبول يقول المصنف رفع الإجزاء رفع إجزاء الفعل يعني إذا ورد نص من الشارع فيه نفي لإجزاء ذلك الفعل إذا وجد فيه وصف معين كقول النبي remember يعني في أحاديث كثيرة لا يجزئ كذا مثل قول النبي remember كذلك مثل الكم say لبردة في حديث الحديث الاحديث البراء ولا تجزئ أحدا بعدك ولا تجزئ أحدا بعدك وهكذا قال المصنف نص أي أنها نص على أن من فعل ذلك الفعل بتلك الصفة فإنه ليس ممتثرا للأمر وبناء على ذلك فإنها لا تكون مجزئة له ويلزمه قضاؤها إن كانت واجبة ولا ثواب عليه قال فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل إلا أن يدل دليل على نقل ذلك فإنه ينقل إليه قال نص عليه غير واحد منهم الشيخ تقي الدين وبالمفلح وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا مقتضى قول أصحاب أحمد رحمه الله تعالى من تطبيقات ذلك ما ذكرت لك قبل قليل في حديث البراء مع خاله بن نيار ما اسمه الأول؟ برد بن نيار أو بردة بن نيار رضي الله عنه أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تجزئ أحدا بعدك يعني الجذعة وبناء عليه أخذ منه أنه يجب أن يكون الغنم ضأنا ولا يجزئ غيره من أمثلة ذلك أنه قد جاء حديث عنه سلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب أخذ منها فقهاؤنا أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فلا بد من قراءتها في الجملة لكن يتحملها الإمام عن المأمومين هذا من باب التحمل هذه مسألة أخرى فكأن المأموم قرأها إذا قرأها الإمام بحديث جابر إنما جعل من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهذا من باب القراءة الحكمية وهكذا من الأمثلة وهي كثيرة جدا نعم مسألة نفي قبول الفعل أيضا في حديث ذكرت الآن ما ثبت في الصحيح أن يصبح سلم قال لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه هذه من أقوى الأدلة على أصحاب أبي حنيفة على وجوب الطمأنينة في الصلاة فإن إقامة الصلب المراد بها الطمأنينة نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة ذكره ابن عقيل نعم هذه المسألة قريبة من المسألة السابقة وهي مسألة نفي القبول مثل أن يأتي عنه سلم حي فيه لا يقبل الله كذا وكذا هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي مسألة هل القبول والصحة متلازمان أم لا فهل كل مقبول صحيح وكل صحيح مقبول أم لا فيها قولا القول الأول أن القبول والصحة متلازما وبناء عليه فإذا وجد أحدهما وجد الآخر وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر وهذا القول هو الذي جزم به المؤلف هنا كما يظهر من كلامه وهو الذي جزم به أيضا بن عقيل وبنمثلح وقدمه المرداوي قال المرداوي في شرحه وقدمت هذا القول بهذا اللفظ قال وقدمته القول الثاني أنه لا تلازم بين الصحة وبين الإجزاء وبناء على ذلك فتكون الصحة أعمى من الإجزاء فكل مجزئ صحيح فكل مجزئ فتكون الصحة نعم أعم عفوا أعم من القبول نعم أحسنت فتكون الصحة أعمى من القبول نعم أحسنت فتكون الصحة أعمى من القبول والقبول أخص فكل صحة فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول وليس كله صحيح مقبول وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة وهذا القول نقله ابن عقيد عن أشخاص ولم يسمهم ورد عليهم لكن هذا هو ظاهر ما رجحه ابن رجب في فتح الباري في شرحه البخاري من استقراء النصوص الشرعية وهنا قول ثالث في المسألة وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى وهو ان القبول يفصل فيه فان كان نفي القبول لفواتي ركن او شرط في العبادة فانه يقتضي عدم الصحة وان كان نفي القبول لاجل مقارنة امر محرم فانه في هذه الحالة لا يقتضي نفي الصحة والسبب في هذا الخلاف كله انه قد وردت عن ابن رسول الله سلم احاديث فيها نفي قبول وعدم صحة مثل قول الله سلم لا يقبل الله صلاة احاديكم اذا احدث حتى يتوضى ووردت احاديث اخرى فيها نفي القبول وهي صحيحة مثل لا يقبل الله صلاة الابقي ولا يقبل الله عز وجل صلاة صلاة من اتى كاهنا او عرافا ولا يقبل الله عز وجل صلاة او صلاة شارب الخمر اربعين ليلة وقد صحح احمد هذا الحديث حديث ابن عمر في عدم القبول فيما نقلها بمفلح وذلك اراد ان يتوسط ابن القيم بينهما بين القولين فقال انه اذا كان النهي او الامر نفي القبول راجع لفواتر او شرط فانه يقتضي عدم الصحة فيستدل به على عدم صحة الفعل من تطبيقات هذه المسألة امور امر الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا هذا دليل على انه لا يقبل في العبادات المالية او ما يكون فيه المال جزءا لا يقبل من تلك العبادات الا ما كان من كسب حلال وطيب وبناء على ذلك فان من حج من مال حرام فهل يكون عمله مقبولا ام لا هذا فيه قولان الاهل العلم وهما روايتان في مذهب احمد ذكر الروايتين ابن رجب في شرح الاربعين من تطبيقات هذا الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى او قبل قبول عن صلاة الابق فقال لا يقبل الله صلاة الابق الحيث مسلم وقد جاء انه تقبل صلاة الفريضة منه لانها واجبة لانها تصح انها تصح صلاة الفريضة منه لانها واجبة عليه واذلك في المذهب طريقتان طريقة قالوا ان نفي القبول يدل على نفي الصحة وبناء على ذلك فقالوا كل صلاة يصليها الابق لا تقبل اذا كانت نافلة فيكون هذا الحديث مخصوصا بالفريضة ومنهم من قال انها النافلة تكون صحيحة وان كان اابقا والمذهب الاول كما نص عليه في المنتهى هناك ايضا امثلة كثيرة تعلق بهذا القاعدة لان امثلتها كثيرة لا اجمال في نحو والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما عند الاكثر هذا ايضا تتعلق بالاجمال في حد المقدر وقول الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما لم يبين الله عز وجل محل القطع فان اليد تقصدق على الكف وحدها وعلى الكف مع الذراع وعلى الكف مع الذراع مع العضد فلما ترددت هذه المعاني الثلاث ظن بعض اهل العلم انها من باب المجمل فقالوا انها مجمل فلم يستدلوا بها وبحثوا عن دليل خارجي وهذا القول ذكر المصنف ان اكثر اهل العلم على خلافه وانها ليست من باب المجمل وانما هو من باب الاطلاق وانه ينظر الى مقيد والمقيد ينظر اما للغة فننظر الى اقل ما يصدق عليه كما استدل بعضهم وهو القطع الى الرسغ ومنهم من استدل ب امر اخر اذا اتفق الحكم فيه او يعني مسالة سبق الاشارة اليها قبل قليل نعم مسألة لا اجمال فيه واحل الله البيع واحرم الريبا عند الاكثر نعم هذه المسألة من مساء الدقيقة التي اوردها العلماء كثيرا وهي قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الريبا وقبل ان ابدأ في كلام المصنف النسخ اختلفت للمختصر هل الاجمال في قول الله عز وجل واحل الله البيع فقط ام في واحل الله البيع وحرم الريبا وذكر الطوفي ان كثيرا من الاسوريين يقولون ان الاجمال وارد على البيع وعلى الريبا معا وصحح هو ان الاجمال انما هو خاص بالجزء الاول من الاية وهي قول الله عز وجل واحل الله البيع وان وحرم الريبا ليست داخلة في ذلك وقال هذا هو الاصح وان كان كثيرا من الاسورين يقولون بخلافه كما ذكر ولذلك فان النسخ قد اختلفت فبعضها اقتصر المصنف فيها على واحل الله البيع وبعضها واحل الله البيع وحرم الريبا وممن اقتصر على الجزء الاول ابن قدامة في الروضة كما بين ذلك الطوفي نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا اجمال فيه واحل الله البيع وحرم الريبا هذه الاية عندما نقول انه لا اجمال فيها فانه في هذه الحال تكون لفظة عامة واما الذين يقولون انها مجملة فيقولون ان قول الله عز وجل واحل الله البيع تشمل كل المبايعات وقد تكون تلك المبايعات محرمة اذ من صور البيع الريبا ظاهرا لان المشركين قالوا انما البيع مثل الريبا فلما ظنوا ان الريبا مثل البيع فكيف نقول ان احل الله البيع عامة بل هي مجملة واما الاكثر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وهو الذي جزم به اكثر اصحاب احمد على انها ليست مجملة بل يصح الاستدلال بها ثمرة الخلافة في هذه المسألة انه اذا جاءنا بيع من البيعات المختلف فيها فهل يصح للفقيه ان يستدل بقول الله عز وجل واحل الله البيع ام لا فلو انه قيل مثلا ان بيع هذا الذي ذكرناه في كتب الفقه وغيرها بيع لبن الادمية هل هو جائز ام لا نقول لم يرد النص به لكن وردنا ورد في كتاب الله عز وجل واحل الله البيع فهل يصح الاستدلال بهذه الآية ام نقول انه لا يستدل بهذه الآية وانما نبحث عن دليل الآخر مثل استصحاب الاباحة فنقول يستدلوا باستصحاب الاباحة هذه هي ثمرة الخلاف والصواب كما ذكر المصنف انه يصح الاستدلال بها لان الآية عامة وليست بمجملة فيصح الاستدلال بها وهذه من الثمارات المهمة ايضا يمكن اذا قلنا بان الجزء الثاني مجمل او على الخلاف فيه وهي قول الله عز وجل وحرم الربا هل يصح الاستدلال بهذه الآية الثانية ويحرم الربا على تحريم ربا النساء وربا الفضل وربا الديون بل عند بعض اهل العلم وربا الحطيطة وهو قول الشافعية فان الشافعية يزيدون ربا رابعا وهو ربا الحطيطة وهو المسألة تسمى عند اهل العلم عجل واضع فهل يكون ذلك دليلا عليها ام لا الحكم قد يثبت بها بغيرها لكن هل يصح الاستدلال بها ام لا نعم قال المصنف خلافا للحلواني من اصحاب احمد فانه يقول انه لا يصح وهذا القول قال به ايضا القاضي ابو يعلى في اول كتابه كتاب العدة قال انه مجمل ثم بعد ذلك يعني كأنه خالف ذلك بعد ذلك قال وقال به بعض الشافعية وهذا القول الذي قال به بعض الشافعية يعني نسب الى الشافعية نفسه ونسب الى بعض اصحابه مسألة اللفظ لمعنى تاره لمعنين اخرى ولا ظهور مجمل في ظهر كلام اصحابنا وقاله الغزالي وجماعة وقال الآميدي ظاهر في المعنين نعم هذه المسألة صورتها فيما اذا ورد في الشرع لفظ وهذا اللفظ يستعمل استعمالين مرة يستعمل لمعنى واحد ومرة يستعمل لمعنيين مثال ذلك حتى يتضح به المقال قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح فلفظة النكاح في الشرع وردت باستعمالين فتارة تستعمل لمعنين وهو العقد والوط له الجمع وتارة تستعمل على معنى واحد فقط وهو الوط اذا يستعمل استعمالين هذه هي المسألة معنا يقول اللفظ لمعنى تاره ولمعنين تاره ولا ظهور اي ولا ظهور لأحد الاستعمالين لم يظهر لنا دليل يدل على انه اراد استعمالها لمعنى واحد او اراد استعمالها لمعنين قال مجمل اي انه يكون مجمل فلا يعمل بهذا الحديث قال في ظاهر قول اصحابنا هذا الكلام الذي قال تبع فيه ابن مفلح فقد قاله ابن مفلح وكذا تبعهم ايضا المرداوي انه واهر قول اصحاب احمد قال وقاله الغزالي وجماعة ومنهم ابن الحاجب صاحب المختصر فقد قال انه مجمل قال وقال الاميدي ظاهر في المعنيين يعني انه يصار اليه يرجع في المعنيين لان فيه استعمالا للمعنيين الاكثر فحين اذا يعمل به وهذه المسألة التي ذكرها المصنف في الحقيقة قيل ان لها استثناء عندما قالوا انه مجمل قالوا ان لها استثناء يعني لما ذكر المصنف انها مجمل قالوا يستثنى من ذلك مسألة وهو اذا كان المعنى في الاستعمال الاول هو أحد المعنيين في الاستعمال الثاني مثل المثال ذكرت لكم قبل قليل فالمعنى في الاستعمال الأول الوحيد هو الوط وفي الاستعمالين الوط والنكاح فهو أحد الاستعمالين فإذا كان المعنى في الاستعمال الأول هو أحد المعنيين في الاستعمال الثاني فإنه في هذه الحالة نقول هو ليس بمجمل في هذا الاستعمال بل يجب حمله على هذا الاستعمال وما زاد عليه فيكون مجملا فيكون مجملا وهذا الاستثناء نبه عليه ابن السبكي وقد ذكر المحلي في شرحه على جمع الجوامع أن هذا هو ظاهر كلام جميع الذين قالوا بأنه مجمل فيكون هو ظاهر كلام أصحاب أحمد وغيرهم وبهذه الحالة ينحل الإشكال ما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي كالطوافق لبيت الصلاة يحتمل كالصلاة حكمة ويحتمل أنه صلاة اللغة للدعاء فيه لا إجمال فيه عند الأكثر خلافة للغزالة هذه المسألة قال المصنف فيها ما له محمل لغة يعني أن له دلالة في اللغة ويمكن حمله على معنى شرعي قوله يمكن حمله على حكم شرعي يعني يمكن أن يحمل على دلالة شرعية قال كقوله أي كقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة يعني أنه إذا وردنا لفظ في استعمال الشرع في نص شرعي معين وهذا اللفظ له استعمالان تارة يستعمله الشرع بالمحمل اللغوي وتارة يستعمله الشرع بالمحمل الشرعي فاستعمال الشرع يحمله على المعنيين معا تارة كذا وتارة كذا فهل يكون مجملا أم لا حيث لم يتبين لنا طبعا ظهور لأحد المحملين يقول الشيخ كالطواف بالبيت صلاة يعني أن كلمة الطواف بالبيت صلاة كلمة صلاة تحتمل معنيين محمل اللغوي وهو الدعاء ومحمل شرعي وهو الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم قال يحتمل كالصلاة حكما وبناء عليه فيلزم فيها الطهارة والسترة أي ستر العورة وهكذا قال ويحتمل أنه صلاة لغة لما فيه من الدعاء قال للدعاء فيه قال لا إجمال فيه أي لا يكون مجملا فإذا لم يكن مجملا فإنه يحمل على المعنى اللغة الشرعي لأن المعنى الشرعي هو الأغلب في استخدام الشارع قال عند الأكثر أي عند أكثر العلماء وهو المجزون به عند جميع أصحاب أحمد قال خلافا للغزالي فإن الغزالي يرى أنه مجمل وهذا القول الغزالي في الحقيقة يعني ضعيف جدا يقول الغزالي في المستصفى إذا أمكن حمل لفظ الشارعي على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد معنى واحد فهو مجمل وهذا فيه نظر نعم مسألة ما له حقيقة اللغة وشرعا كالصلاة غير مجمل هو للشرعي عند صاحب التمهيد وغيرهما ونص إمامنا مجمل وقاله الحلواني نعم هذه المسألة المسألة الأخيرة معنا اليوم وهي مسألة إذا دار الاسم بين معنيين لغوي وشرعي وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى وهي مسألة هل يجوز أن يراد بالمعنى المشترك جميع معانيه أم لا الفرق بين هذه المسألة والمسألة قبلها أن المسألة قبلها نعلم أن اللفظ مراد به أحد المعنيين ولكن لم يتبين لنا أي المعنيين مراد فالجمهور يقولون يحمل على المعنى الشرعي دون اللغوي أما في هذه المسألة فهو أن اللفظ هل يراد به المعنيين معا أم لا اللغوي والشرعي معا أم لا وهذه هي المسألة يقول المصنف ما له حقيقة لغة وشرعا يعني أن له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية قال كالصلاة ومثلها أيضا سائر المنقلات الشرعية كالزكاة والصوم والحج قال غير مجمل يعني أنه ليس مجملا وبناء عليه فإذا ورد في نص شرعي وكان له محملان فإنه في هذه الحالة نحمله على الشرعي إن ورد الدليل به أو نحمله عليه ممعا ثم قال المصنف هو للشرعي عند صاحب التمهيد لأن صاحب التمهيد أصلا يرى أن الحقائق واحدة فلا يمكن أن تجتمع حقيقة شرعية وحقيقة لغوية فلا يجتمع على المعنيين معا فيكون دائما للحقيقة الشرعية فقط دون الحقيقة اللغوية وهذا معنى قوله هو للشرعي عند صاحب التمهيد وقد صرح بها أبو الخطافة قال وما ورد ما له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقال شيخنا يعني به القاضي هو مجمل ويقوى عندي أن تقدم الحقيقة الشرعية لأن الآية غير مجملة قال وقاله صاحب الروضة يعني به أبو محمد الموفق وغيرهما أي وغيرهما من الأصحاب نسب هذا القول المرداوي للموفق بن قدامة ولبن أبي عمر ولبن المنجى في الممتع وللطوفي وأما القاضي أبو يعلى فإنه تارة يجزم بأنه ليس بمجمل وتارة يجزم بأنه مجمل ثم قال المصنف ونص إمامنا أي نص الإمام أحمد مجمل أي أنه مجمل أخذ ذلك من قول أحمد في كتابه طاعة الرسول صلى الله فقال قوله أقيم الصلاة الرسول دال على إقامتها أن الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة والظهر أربع والعصر أربع وقوله آت الزكاة هل فسر ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه من بعده قال القاضي أبو يعلى وظاهر هذا أنه يكون مجملا أي لا يعمل به إلا بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم به إذن في المسألة أصبح فيها قولان قول أول أنه ليس بمجمل والقول الثاني أنه مجمل توسط بين هذين القولين الشيخ تقي الدين وهو قوله الأقرب والأجود فقال الشيخ تقي الدين أنه يفصل فنقول إن كان اللفظ الشرعي قد ورد قبل بيان الحقيقة الشرعية فإنه يكون مجملا فحينئذ لا يعمل به حتى يرد النص المبين وأما إن ورد اللفظ المجمل الذي يحتمل الدلالة البغوية والشرعية بعد التبيين فإنه يكون غير مجمل ويحمل على الشرعي وهذا الكلام في الحقيقة يعني رفع الخلافة في هذه المسألة تماما نكون بذلك الحمد لله عز وجل أنهينا ما يتعلق بدرسنا اليوم وقد أطلت عليكم اليوم بعض الشيء فعذروني لكن سيكون هذا هو الدرس الأخير قبل الاختبارات إن شاء الله لأن أسبوع القادم الإخوة عندهم اختبارات منقول والجامعة المفتوحة عندهم اختبار أسبوع القادم وبعض الإخوان في الجامعة المفتوحة فنقف عند هذا الحد نكبر إن شاء الله عز وجل أول أسبوع بعد الدراسة يعني أول أسبوع تبدأ به الدراسة يوم الأحد نبدأ مباشرة يوم الاثنين بإذن الله عز وجل أسأل الله عز وجل لجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هنا يعني يعني يسأل الأخ عن بعض المسائل يقول مسألة الأولى ما حكم اشتراط المرأة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها هذه مسألة مشهورة جدا عند أهل العلم وهي مسألة أو تبني مبنية على مسألتين المسألة الأولى أنه هل يجوز للرجل أن يوكل المرأة أو أن يفوضها في الطلاق أم لا ويفرقون بين التوكيل والتفويض أن التوكيل يكون بطلقة واحدة والتفويض يكون بثلاث يعني يتفوض بالواحدة وما زاد عن الواحدة فالفقه يقولون أنه يصح للمرأة أن توكل في الطلاق مع أنه لا يصح منها ابتداؤه إذ الطلاق أصلا بيد الرجل وليس بيد المرأة وبناء على ذلك فلما قلنا إنه يصح توكيلها بالطلاق فهل يصح اشتراط هذا الشرط عند العقد أم لا نقول إن هذا الاشتراط يكون موافقة الزوج عليه كما لو كان عند ابتدائه فلو لم تشترط المرأة فقالت فلم تشترط هذا النكاح لكن قال الزوج ولك أن تطلق نفسك أو وكلتك في طلاق نفسك أو فوضتك في طلاق نفسك أو أمرك بيدك فإنه يصح فلما صح بعد العقد فإنه إذا قبله الزوج فإنه يكون صحيحا لكن انتبه هنا القاعدة عند أهل العلم أن عقود التوكيل عقود جائزة وبناء على كونها عقودا جائزة فإنه يجوز الرجوع فيه فلو قال بعدما قال هذه الكلمة رجعت في ذلك تكون يعني رجع يعني سقط حقها في تطليق نفسها هنا مسألة ثانية وهي قضية أن الشروط المشترطة في عقد النكاح يقسمونها ثلاثة أنواع شروط تخالف مقتضى العقد فتبطله وشروط التي تخالف مقتضى العقد يقولون المتعة والشغار المتعة والشغار والتعليق وتعليق النكاح المتعة والشغار والتعليق والتحليل الرابع هذا تخالف مقتضى العقد فتبطله تخالف حقيقة العقد فتبطله النوع الثاني الشروط التي تخالف مقتضى العقد قالوا فتصح لكنها ليست بلازمة تفسد وحدها ولا تكون لازمة النوع الثالث الشروط التي لا تخالف الحقيقة ولا المقتضى ولأحد الزوجين مصلحة فهذه قالوا تصح تكون لازمة وقد اختلفوا في بعض الشروط هل هي داخل أم لا على سبيل المثال لو أن امرأة اشتررت على زوجها أن يطلق ضرتها فالمذهب صحيح جعلوا من النوع الثالث قالوا لأن هذا العقد لا يخالف مقتضى العقد عفوا لأن هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد فهو خارج عن العقد فيصح وبناء عليه فإن لم يطلق ضرتها فإنه لها الحق أن تفسخ عقد النكاح والرواية السلمة بأحمد وهو ظاهر الحديث أن الشرط باطل للنهي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها وعندنا قاعدة كل شرط منهي العل فإنه يخالف حقيقة العقد فيمنع من حين ذاك يعني مثل لو أن رجلا تزوج امرأة واشترطت عليه أن لا طلاق بيننا نقول الشرط باطل والعقد صحيح إن شاء وقت ما شاء أن يطلقها وهكذا يقول أخونا إن اعترفت الملاعنة بالزنا بعد تمام اللعان من الطرفين فهل تحد حد الزنا فقد نص على أن المناعنة إذا أكذب نفسه يحد حد القذف ولم يتعرضوا للملاعنة أو الملاعنة يصح اسم فاعل واسم مفعول بعد تمام اللعان لا لصرحوا بذلك جزما أنها تحد قد ذكروا في حد الزنا أو في نعم في باب الزنا هناك في الحدود أن مما يثوت به أن تقر على نفسها ثم قالوا ولا يثبت بالنكل فلو أقرت على نفسها فأقول من الإقرار لا أصرحوا به صراحة يعني تصريحا بينا أخونا يقول في بعض البلدان العربية القريبة يعتمد أهلها على الحوالات الخارجية فيحتاجون إلى الصرف وغالب الصرف للدولار وغيره عن طريق الواتس أب الجماعي وغيره عن طريق الواتس أب الجماعي لأن السعر في هذه المناطق كثير التقلب من ساعة لأخرى بل من دقيقة لأخرى ثم يرسل السعر على أحدهم ثم يرسل السعر على أحدهم فيذهب إلى الذي عنده الدولار للتقابض على السعر الذي يتفق عليه وربما يكون سعر الدولار قد تغير من كذا إلى كذا فما الحكم؟ نعم هذه المسألة يعني من المسائل المشكلة حقيقة فقه وهذه تنبني على مسألة أو على مسألتها المسألة الأولى في قضية التقابض الحكم مجمع الفقه لما أراد أن يخرج من هذه الإشكال قال إن قبض السند من البنك باعتبار البنك يعتبر تقابضا حكميا لو كان الوسيط بنكا والبنك قال حولت لك إلى بلدك بسعر كذا فصدر قرار مجمع الفقه أن السند الصادر من البنك بمثابة القبض الحكمي طيب إن كانت تحول عن غير طريق البنك مثل سؤال أخينا فإنه يحول عن طريق أفراد فهل هذا التقابض اللفظي في العقد عن طريق الواتساب يكون كالسند إن قلت نعم فعليه اعتراض وإن قلت لا فما الفرق بينه وبين البنك أليكونه بنكا جعلت له هذا الحكم فالمسألة مشكلة وإذلك فإنه لو قيل بأن هذا جائز مطلقا بناء على قول حكي حكاه بعض المشايخ على مذهب أحمد أن هذه من العروض والعروض لا يلزم فيها التقابض فحينئذ يجوز ونحل الإشكال وهذه من الفوائد المبنية على هذه المسألة والأقرب إن شاء الله يعني على ما رجحه بعض مشايخنا مثل الشيخ علي الهندي من درس في الحرم أنه يكون جائزا على العلة ذكرت لكم وقد شرحتها في باب الربا كنت تذكرون في درس الزاد تكلمت عن قضية الأوراق النقدية الآن هل تلحقها فيها الثمانية أم لا هل الأحسن أو الأنفع للطالب إعادة الكتاب الذي قرأه الفقه الذي قرأه أم ينتقل لكتاب آخر نقول كتب شوف دائما أجعل لك كتابين كتاب تعيد النظر فيه دائما هذا عشان تستظهر المسائل وموضعها وهذا يكون معك دائما النوع الثاني كتب لابد أن تقرأها بين فينة وأخرى لكي إذا قرأت المعلومة بأكثر من أسلوب تثبت المعلومة في ذهنك أكثر وقد تنتبه لقيود أغفلها الأول وقد يكون فيه فوائد لم يذكرها كذلك الأول كما أن بعض الكتب قد تحتاج أن تقرأها مرتين أو ثلاثا بعد طول مدة ليس مجرد الاستذكار فقط بل لأن فهمك سيتغير فالمرء كلما يعني قرأ كتابا وقد طال به الأمد يفهم أشياء لم يكن قد فهمها قبل وأذكر أحد المشايخ وأذكرت هذه القصة قبل من كبار المشايخ كان يقول هذه المسألة في الروض مشكلة علي من حين كنت طالبا في المعهد العلمي وقد كان طالبا في المعهد العلمي في السبعينات الهجرية ولم تنحد له إلا في أوائل العشنات الهجرية يعني بعد حوالي قريبا من خمسين سنة أو أقل بقالي وذلك أحيانا قد تدور المسألة فلا يجد الإشكال فيها إلا بعد مدة أخونا يقول ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى أو يقال تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هناك فرق لا هناك فرق المكروه مشروع لك تركه مطلقا ولا تفعله أبدا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مكروها أما خلاف الأولى فإنه يجوز لك الفعل وتركه ولكن يستحب لك الترك أحيانا لا دائما فخلاف الأولى يكون أخف بكثير من المكروه وقد فصلتها بتفصيل أكثر هناك عندما تكلمنا عن أحكام التكريفية والمكروه ما أفضل ما يحفظ القواعد الفقهية بحيث يجعله طالب العلم أصلا له ما أظن أن القواعد الفقهية فيها متن لأن القواعد الفقهية غير محصورة يعني هي من أكثر العلوم الفقهية التي لا تكون محصورة مثل الفروق ليست محصورة فهي لا متناهية بل يقولون يمكن توليد قواعد لم يكن قد سبق بعضها قد تكون قواعد طردية بلا مناسبة وقد تكون بعضها مناسبة وذلك مر معنا أنه من عقد الإجمع إلا خلافها نقل عنه بالحزم أنه يجوز توليد الأدلة ومن الأدلة المناطات وهي القواعد الكلية اللي هو دليل استقراء يسمى دليل استقراء فتستقراء المسائل ثم تخرج مناطا وهو من أضعف الأدلة وذلك قال ابن عقيم سيأتين إن شاء الله وهل الاستقراء دليل أم لا وهل يسمى دليل أم لا فيها نظر من جهتين على العموم القواعد صعب أن تجدك فيها كتابا لكن أنفع ما تجده في القواعد أن تقرأوا كتب الفقه المعنية بالتعليل كتب الفقه المعنية بالتعليل إذا قرأتها قراءة متمحص تفهم القواعد وتعرف القواعد وفي ظني أن من أحسن الكتب التي عنيت بالقواعد في مدهب أحمد عدد من الكتب منها شرح الزركشي على الخراقي هذا الكتاب كتاب ملئ قواعد فقهية وقواعد أصولية وفوائد حديثية مليء يعني مليء بهذه الأمور الثلاثة وهذا الكتاب يدل على علم هذا الرجل وحسن فهم عليها رحمة الله الثاني كتاب الكافي الموفق ابن قدامى فإن فيه كثير من القواعد التي قد يكون بث أغلبها في الموني لكن الكافي مليء به كذلك الممتع ابن المنجى هذا ملئ بالقواعد ممن عني بالقواعد لكن كلام مبثوث وكلامه يعني ومؤلفاته كثيرة ومهما استخرج من قواعده فلم يستخرج كل ما ذكره الشيخ تقييد وقد أثنى الطوفي على قواعد الشيخ تقييد بن تيمية وقال إنهم من أفهم الناس أو نحن مما قال ذكر في شرح الروضة لقواعد أحمد وأصوله السؤال الأخير أو قبل الأخير رجل اشترى جوالين بالأجل من شركة نص في العقد على أن المبرغ الإجمالي 48 ألف واشترط من ضمن الشروط أن المشتري إذا سدد في الأقصاط المحددة لوقتها أصبح المبلغ 15 وهي القيمة المعروفة للجوالين مع زيادة لأجل فهل هذا العقد حيل على الربا وهل هذا العقد باطل؟ نعم هذا عقد باطل هذا عقد ربا ما يجوز هذا عقد ربا ما يجوز وهذا يتحيل بها بعض الناس وخاصة بعض البنوك يقولون إنها من باب عجل وأضع على القول بجوازها والذين قالوا بأن عجل وأضع تجوز اشترطوا شرطاً مهماً أن لا يكون مشترطاً في العقد فحيث قلت إن عجل وأضع مشروطة في العقد فالعقد باطل لأنه يصير ربا حيلة الربا ولذلك سماه الشافعية ربا الحطيطة لأنهم يرون أنهم يتفقون بدل ما أقول يعني بدل ما يقول بـ 15 والشهر القادم يكون بـ 30 يقول إن سلمتني الشهر في الثاني 30 وإن قدمت فـ 15 وذلك عدوه نوعاً مستقلاً من الربا وأما الذين يجوزونه أي عجل وأضع فإنهم يقولون يجوز لكن بشرط وهذا الشرط حكي الإجمع لهذا نحكاه بن المنذر أن لا يكون شرط التعجير والوضع متفقاً عليه في العقد وبنوع ذلك في العقد باطل وهذه المعاملة ربوية بل هو من ربا الجاهرية الصريح أخونا يقول ما الفرق بين المطلق المحمول على المقيد وبين العموم المخصص أو بين المخصص والعموم نعم مثل ما تتبق معنا أن العموم يكون في الأفراد والتقييد يكون للأوصاف فإذا قيدت الأوصاف يكونوا تقييداً وإذا قيدت الأفراد فيسمى تخصيصاً ألفقها كثيراً ما يتجوزون في المصطلح فيسمون التقييد تخصيصاً ويسمون العموم إطلاقاً والعكس وذلك عندهم قاعدة أن كل ما ثبت مخصصاً لعموم ذكروا في الأصول نسيت أن نذكرها كل ما ثبت مخصصاً لعموم فإنه يكون مقيداً للإطلاق وصلى الله وسلم وبركة لنا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر